بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن أخواننا في فلسطين قتلون تهدم دورهم ديارهم على رؤوسهم ونحن لا نحرك ساكنة أو ما يتحرك ليس على المستوى المطلوب من المسلمين جميعا إلا من رحم الله عز وجل وأنا حقيقة من بداية عملية الطفان الأغصى وأنا تأخرت كثيرا في أننا أنزل أي حد خوفا من أننا أتحط على أولو عزيزة نبول وركب الترند ولكن والله ما جعلني أتكلم إلا أنني غير قادر على السكت لما يحدث مع إخواننا في فلسطين نهاردة غالبية القتلى والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وهذه عدد اليهود هم لا يقدرون إلا على ذلك واليهود جاءوا فلسطين بعقيدة وما أخذ بالعقيدة لا يرد إلا بالعقيد بيجن بيقول للرئيس السادات رحمة الله عليه فلسطين دي أرضنا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فبيجن بيقول له ده الأرض دي بتاعتنا ده ربنا بيقول في القرآن بتاعكم في الكتاب بتاعكم قالوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولما جيه بيجن يعزي في الرئيس السادات رحمة الله عليه في يوم السبت ويوم السبت عندهم عقيدة أنهم ما يمشوا ما يركبوش فماشا كلفت الموضوع ده كلف السلطات المصرية أميات كتير ولكن هذا ما شغلهوش وكل اللي شغلهو أنه هو ينفذ العقيدة بتاعته أنه هو ينفذ اللي هو مؤمن بيه فما أخذ بالعقيدة لا يرد إلا بالعقيدة وصاحب العقيدة لا يهزن فكون أنت صاحب عقيدة في نفسك غير من نفسك أنت أولا أنت جاهز أنك لو فتح باب النصرة لإخوانك هتروح تنصره أنت جاهز لنصرة إخوانك المسلمين جاهز لنصرة إخوانك في فعسطين فبالله عليك لو أنت جاهز كده اكتب لي بالله عليك تعليقه أنا نفسي أتمنى كده أسمع تعليقات وأشوف تعليقات كده مكتوبة أنت جاهز بيه جاهز بأخلاقك ولا جاهز بقرآنك ولا جاهز بسنة نبيك ولا جاهز بإيه إيه اللي أنت جاهز به عشان توصرت إخوانك المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انصر أخي أخاك المسلم ظالما أو مظلوم ظالما أو مظلوم فقال رسول الله مظلوم من عرفناه إذا كنت ظالم ننصره ظالم إزاي رد على الظلم إذا كنت أنت أصلا ما إنتش عارف ده الظلم الظالم من المسلم إذا كنت ده مش صاحب علم علشان تفهم الظلم فيه إذا كنت ده صاحب علم ورا صاحب إيمان علشان خطر تفهم إن ده شر هتقع فيه أو فتن هتقع فيها أو 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 خص النهار ده للشوارع خص للناس في الشوارع بص للشباب اللي عايزين انصروا قضية الفلسطينية بص الهتفات اللي بتهتف يقولوا ايه احنا جاهزين لنصرة اخواننا او اللي من جاهزين عشان تفداف عن اخوانك اول شيء نفسك غير من نفسك الاحسن لحد امتها تفتزين لا يغيروا اللهم بقومه حتى يغيروا ما بهم غيرت نفسك والله ربنا لا يغيره بس انت تبدأ بالتغيير اسعى اسعى وغير ربنا مش هيسيبها حدث غير والله الاحسن والله بس حاول اسعى نصرة نفسك ولما تنتصر على نفسك حتنتصر على كل من على وجه الارض لانك مع الله وانا ارى والله اعلى واعلى ان المجاهدين في فلسطين ان شاء الله مع الله فان شاء الله ربنا ينصر نصر العزيزة المؤسرا فاسعى الله العظيم وان ينصرهم نصرا عزيزا مؤسرا وان يتقبل شهداءهم وان يدعوا جرحاهم وان يرزقهم من اليقين ما يهول به عليهم صاحب الدنيا وانزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته